بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يكافئ نعمه ويوافي مزيده وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم أحبابنا أهل القرآن أحبات كتاب الله حياكم الله أهلاً بكم ورقاء متجدد في رحاب برنامجكم مع التلاوة انتهينا من الحديث عن حكمي الإظهار والإضغام من أحكام النون الساكنة والتنوين لننتقل إلى الحكم الثالث وهو الإقلاب لكن قبل أن نشرح معنى الإقلاب قلنا إن هناك من يقسم أحكام النون الساكنة والتنوين لثلاثة أحكام الإظهار والإضغام والإخفاء على أن يجعل الإخفاء على نوعين إخفاء بقلب وإخفاء بدون قلب على هذه التقسيمة لا ينفرد الإقلاب بحكم وإنما هو تابع للإخفاء تذكروا معي هذه التقسيمة لأننا سنحتاج لها حين شرحنا لحكم الإخفاء الإقلاب لغة أقول قلبت الشيء أي حولته عن وجهه واصطلاحاً يعني عندنا نحن المجودون إصطلاحاً هو تحويل النون الساكنة أو قلب النون الساكنة ميماً مخفى مع مرعاة الغنة أولاً النون الساكنة عادة العرب في نطقها إن تلاها حرف الباء أن تقلب هذه النون ميماً يقولون عن بر يقصدون بذلك الكلمة التي من أربعة أحرف وهي العين والنون والباء والراء لا ينطقونها عن بر وإنما بقلب النون ميماً عن بر هكذا كذلك أنباء يقولون أنباء ولا يقولون أنباء يقلبون النون ميماً بل لو درست أو لو أردت دراسة هذه الظاهرة اللغوية لوجدت أنها منتشر في لغات كثيرة وليست في اللغة العربية فقط حتى إنهم قالوا كيف نفرق بين النون الساكنة التي تأتي بعدها الباء في كلمة وبين الميم الساكنة التي تأتي بعدها الباء في نفس الكلمة التفرقة سهلة أولاً في لغة العرب لا تأتي النون الساكنة ومعها الباء في نفس الكلمة لو سمعت ميم ساكنة وبعدها الباء على طول تعرف أن هذه الميم الساكنة كانت نوناً إذن الميم الساكنة والباء لا تجتمعان في كلمة عربية فيكون بذلك أصل هذه الميم نون مقلوبة راجع ذاكرتك وانظر إلى الكلمات التي تنطق فيها بميم ساكنة وبعدها باء ستجد أن أصل هذه الميم نون تقلب النون ميما إن تلى الباء حرف النون الساكنة وهذه الميم تعطى غنة كاملة بمقدار حركتين هذا المقدار على وجه التقريب أو وجهة التقريب هاتان الحركتان من شأنهما أنهما يؤكدان اتكاء القارئ عند هذا الحرف على الخيشوم فيكون بذلك نطق هذه الميم أغلبها من الخيشوم لذلك وصفت بالإخفاء لأن الحرف لم يتكأ فيه على المخرج الأصلي وهو الشفتان لذلك قالوا إن هذه الميم المقلوبة عن النون ميم مخفى للغنة الطويلة التي فيها والتي توجه هذه الغنة النطق إلى الخيشوم أكثر من الشفتين هذا هو حكم الإقلاب حرف واحد تقلب عنده النون الساكنة من كلمة وكلمتين أما التنوين فكما تعلمون لا يكون إلا من كلمتين مثل قول الله عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور والخلاف معروف في إطباق الشفتين وانفراجهما وإن كنت أعتمد في القراءة والإقراء على الإطباق لأن النصوص تسانده وتدعمه ولأن مشايخنا رضا الله عليهم أقرؤون بهذا الوجه والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول بقي لنا حكم الإخفاء نفصله إن شاء الله في اللقاء القادم لأن الورد القرآني حان وقت المرور به توقف وردنا القرآني في صورة الفتح عند الآيات الرابعة والعشرين لأبدأ بالقراءة ثم أثني بعد ذلك إن شاء الله بالإقراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم أول استفتاحنا بالإقراء بمعاذ معاذ تفضل يا معاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا أحسنت يا معاذ ما شاء الله عليك بارك الله فيك معنا روضة كمان هتقرأ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا روضة السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم قولي تاني كده قولي تاني وأيديكم عنهم ببطن وأيديكم عنهم ببطن لا لا ما تقوليش ما فيش غنة هنا يا روضة عنهم ببطن ما فيش غنة في النون وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم تمام وكان الله بما تعملون بطيرا ممتاز يا روضة بارك الله فيك وفتح لك وعليك شيماء من الدقاهلية تفضلي يا شيماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن عنهم ببطن عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا بارك الله فيك يا شيماء ردينا يا ردينا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله بما تعملون بصيرا بارك الله فيك يا ردينا وفتح عليك نخرج لفاصل ثم نعود بعده فتابعون عودا حميدا لاستكمالي الإقراء ويحيى من القاهرة يا يحيى تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا فتح الله عليك يا يحيى وبارك فيك منه من الفيوم يا منه تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن لا لا وأيديكم عنهم ببطن وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم أولي تاني كده أولي تاني ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بما تعملون بصيرا بما تعملون بصيرا وديك يا منه محمد كمان هيقرأ يا محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وأيديكم عنهم ببطن وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا بوركت يا محمد فتح الله لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما بما وكان الله بما تعملون بصيرا الألف في الميم رققها شوية بما بما هكذا وكان الله بما تعملون بصيرا بارك الله فيك حج عواطف وفتح عليك تغلبك لقنتك لكن ما اجتهادك ما شاء الله ندى من قنة تفضلي يا ندى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم أن أغفر رقق الفاء شوي أن أغفر لا لا رقق الفاء بس لكن الضاء مفخمة أن أغفر 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 نعم وكان الله بما تعملون بصيرا بارك الله فيك يا أستاذ ندى ما شاء الله تلاوة طيبة مروان من الشرقية يا مروان تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كفى أيديهم عنكم عنكم الإخفاء وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديهم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة عنهم بص بص يا شيخ مروان لما تقف عشان تستريح وتاخد نفسك طالما ما فيش علامة وقف لابد ترجع بكلمتين قبل محل الوقف ده يعني انت قلت وأيديكم عنهم فوقفت كده ما ينفعش تبدأ تقول ببطن مكة ترجع تاني تقول وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن وهكذا قول كده وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة عنهم ببطن مكة من بعد أن وكان الله بما تعملون بطيرا فتح الله لك يا مروان آسر من القاهرة تفضل يا آسر لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في الأول يا آسر يا آسر أقول أعوذ بلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي تخى أيديهم 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 عنكم وأيديكم 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 عنهم ببطن مكة من بعد أن أضفركم أضفركم عليكم وكان الله بما تعملون بطيرا أطلق الله لسانك بتلاوة القرآن يا آسر وفتح لك وعليك حنان تفضل يا حنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كث أيديهم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا أحسنتي بارك الله فيك وفتح عليك خديجة من الشرقية تفضل يا خديجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كث أيديهم عنكم وأيديكم عنه بباطن مكة وأيديكم عنهم ببطن مكة وأيديكم عنهم لا لا ما فيش غنة في النون الغنة في المين عنهم ببطني وهو الذي كث أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بباطن مكة لا لا مش بباطن ببطني مكة ببطني مكة ببطني مكة من بعد أن أذكركم من بعد أن أذكركم عليهم نعم وكان الله بما تعملون بصيرا أحسنت يا حق خديجة بارك الله فيك وفتح عليك أيضا خروجنا لفاصل والعود بعده فتابعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كث عيديهم عنكم وعيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطني مكة من بعد أن أذكركم أن أذكركم فخم الضاء شوية أذكركم وأيديكم عنهم ببطني مكة من بعد أن أذكركم أذكركم عليهم من بعد أن أذكركم لا أنت بتقولها أذ أذ هي مش ذال هي ضاء أذكركم أذكركم ببطني مكة من بعد أن أذكركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا فتح الله لك يا أحمد وأطلق لسانك أحمد يا أحمد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كث عيديكم أيديهم أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطني مكة 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 من بعد أن أذكر أن أذكركم أذكركم عليكم عليهم أذكركم يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد بارك الله فيك يا أحمد وفتح عليك ردينا يا ردينا تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم يعلمون بما تعملون تعلم تعملون بصير أيوة كده بارك الله فيك يا ردينا شريف من القاهرة يا شريف تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم ببطن مكتب الغنة في الميم لكن النون لا عنهم ببطني عنهم ببطني نعم عنهم ببطني مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بوركت يا شريف فتح الله لك هاني من الجيزة يا أستاذ هاني تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطني مكة ببطني مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بوركت يا أستاذ هاني ما شاء الله عليك فتح الله لك معنى من البحيرة بسمة يا بسمة تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطني مكة ومن بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا فتح الله لك يا أستاذ بسمة نرهان من المنصورة تفضلي يا نرهان بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفت أيديهم عنكم 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 وأيديكم عنهم ببطني مكة ببطني مكة من بعد أن أظفركم عليهم من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بارك الله فيك يا نرهان وفتح عليك صفاء من المنوفية تفضلي يا صفاء سلام عليكم عليكم السلام أهلا حقا صفاء تفضلي الله يسلم عمرك يا رب تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفت أيديهم عنكم عنكم أيديكم عنهم عنكم أيديكم عنهم ببطني مكة من بعد أن أظفركم عليهم ببطني مكة من بعد ببطني مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بارك الله فيك يا حقا صفاء وفتح عليك هبأ من القاهرة تفضلي يا أستاذ هبأ السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفت أيديهم عنهم أيديهم أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطني مكة عنهم ببطني ببطني مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بوليك فيك يا أستاذ هبأ حقا سعاد تفضلي يا حقا سعاد يا حقا سعاد تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كفت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطني عنهم ببطني عنهم ببطني مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا فتح الله لك يا حقا سعاد نخرج لفاصل ونواصل وبعده فتابعونا عدنا والعود أحمد ونستكمل القراءة بمريم من الفيوم يا مريم تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفت أيديهم معكم وهو الذي كفت ما تطوليش في المادة الطبيعية وهو 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 الذي كفت طيب يظهر أن الاتصال فقدناه طيب زينب بن الجيزة تفضلي يا زينب السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أثركم عليهم من بعد من بعد أن أثركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا بوركت يا زينب بارك الله فيك معنا الحج نعمة تفضلي يا حج نعمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة عنهم ببطن مكة من بعد أن أثركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا دارك الله فيك يا حج نعمة وفتح عليك ملك من الدقهلية يا ملك تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة عنهم ببطن مكة من بعد أن أثركم عليهم وكان الله وكان الله بما تعملون بصيرا بارك الله فيك يا ملك لكن لا عايزة تؤفي على مكة تقولي ببطن مكة مش ببطن مكة بارك الله فيك وفتح عليك معنا كمان طيب إذن هذا الخطأ يتكرر كثيرا وهو أني أسمع بعض الأخوات والإخوة حين قراءاتهم يجي يقف على كلمة يحرك الحرف الأخير فيقول من بعد مكة ثم يبدأ تاني من بعد مكة ببطن مكة أقصد من بعد أن أظفركم عليهم لا الحرف الأخير عند الوقف لا بد من تسكينه من بعد مكة من بطن مكة ثم يرجع لا يحرك الحرف الأخير إلا في الوصل فقط لأن لا نبدأ إلا بمتحرك ولا نقف إلا على ساكن هكذا تكون القراءة البدء بمتحرك والوقف على ساكن لا نبدأ بساكن ولا نقف على متحرك هذا من لوازم اللغة والقراءة سليمان يا سليمان تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا سليمان سليمان يا ولدي ابدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كفت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطني وأيديكم عنهم ببطني عنهم ببطني بارك الله فيك يا سليمان وفتح عليك من البحيرة أيضا لكن أستاذ إيمان تفضلي يا إيمان تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أستاذ إيمان فيلي صوت التلفزيون خالص فيلي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف فقط تفضلي قرأي أعوذ بالله إلى الشخصان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْبِيَهُمْ وَأَيْبِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ مِمْ سَكِنَ مُظْهَرَ بارك الله فيك يا إيمان دعاء من القاهرة تفضلي يا دعاء وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْبِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْبِيَكُمْ عَنْهُمْ أوصليها أيديكم عنهم ببطني وَأَيْبِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِّنْ لا لا ببطني مكة من ببطني مكة من نعم من بعد من بعد أظفركم عليهم من بعد أن أظفركم ببعد أن أظفركم لا لا مش ببعد من بعد من بعد أن أظفركم عليهم نعم وكان الله بما تعملون بصيرا بارك الله فيك يا دعاء وفتح عليك حجة سنية من الشرقية تفضلي حجة سنية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَتْكَتَ مِبَعْدِ أَنْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَتَعْمَلُونَ بَطْنِيَهُمْ بارك الله فيك يا حجة سنية وفتح لك حبيبة من الجيزة تفضلي يا حبيبة يا حبيبة تفضلي أعوذ بالله من السيطان الرظيم نعم تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم 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 ببطن مكة من بعد أن أولي تاني وهو الذي كف وهو الذي كف أيديهم عنكم عنكم في غنة هنا عنكم وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِي أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَطْيرًا بارك الله فيك يا حبيبة لكن يظهر في مشكلة في التواصل فتح الله لك حاجة صباح من الجيزة تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي وعلينا بارك فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَهُوَ الَّذِي كَسْفَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَامَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَطْرِيرًا بارك الله فيك يا حج صباح وفتح عليك لكن عايزك في الرحيم والرحمن تضغطي شوية على كسرة النون وكسرة المين بارك الله فيك لانتلاوتك طيبة جدا ميان من الفيوم تفضلي يا ميان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا بارك الله فيك يا ميان أحسنتي إسراء من الودي الجديد يا إسراء تفضلي من الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطن مكة ومن بعد أن أصفركم يا إسراء انتبه لي وهو الذي كف تاني وهو الذي كف أيديهم عنكم وأنديهم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا من بعد أن من بعد أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا بارك الله فيك يا إسراء لكن انتبه إلى الإخفاء سواء إخفاء النون الساكنة أو الميم الساكنة فتح الله لك وعليك ها هنا أحبابنا تنتهي اللحظات الماتعات التي نقضيها سويا يوميا في رحاب القرآن الكريم وبرنامج مع التلاوة اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من أهل القرآن العامل النبي لا تنسون من صالح دعائكم ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة